الأمريكية من الشرق تحت النار وليس بأي طريقة أخرى وبأي ثمن آخر والأمريكان يتمسكون حتى هذه اللحظة باستخدام الأوراق التي ادعوا أنه جاءوا من أجله وفي كل مرة يريد العراق التحرر يستعملون ورقة الإرهاب وإلى خره فقط ودت أن أذكر أيضاً مدام الأخ العميد إلى جانبنا أن الموقف الوطني التونسي في ذلك الوقت أيضاً كان موقفاً مشرفاً جداً بشهادة الجميع في ذلك الوقت بما في ذلك كل أطراف المعارضة التونسية في ذلك الوقت الآن نحن لا نتحدث في السياسة ولكن لابد من أن نشير إلى ذلك هذا أولاً ثانياً عندما لو تذكرين تم التنكيل وتمت ملاحقة النساء الصابئة العراقيات لو تذكرين فوق أعالي الجبال وتم بقر بطونهن وتم تدمير حياتهن مع أبنائهن وإلى آخره في ذلك الوقت أيضاً دخل الإخوة المسيحيين الكلدانيين الحاجد الشعبي ولديهم قيادة حتى هذه اللحظة ولديهم جزء كبير موجود وهي بالمناسبة لمن ربما لم يتابع هذا الأمر هي قوة عسكرية مسلحة أنشئت بقانون وهي تابعة للقيادة العامة للجيش العراقي القوات المسلحة العراقية وليس في ذلك مواضيع الآن للنقاش من هنا أو من هناك ثالثاً للأسف وهذا أيضاً لابد من أن نذكر به هذا قضية الحرب النفسية والحرب المعنوية لماذا هجم العراق وسددت طعنات للعراق هذه الأيام في ذكرى ارتقاء الشهيدة أبو مهدي المهندس وهو أحد القادة الكبار للقوات هذه التي أنشئت لمحاربة الإرهاب في ذلك الوقت ولماذا عشية ذكرى تأسيس الجيش الوطني العراقي لماذا كل هذه الأمور طبعاً فيها دلالات وفيها رسالات كما قلنا في كل مرة راه الأسيمي عندها دلالات التواريخ عندها دلالات التموقع الجغرافي راه وساعات يختاروا شارع معين ونقطة معينة في التوقيت واضح ثالثاً وأخيراً ربطاً بذلك ولن ننسى ذلك الأمريكان أيضاً لديهم حقد كبير جداً على سوريا والدولة السورية لأنها حتى هذه اللحظة هي أرض المقاومة وعمليات المقاومة وهي أرض العبور طبعاً ولو لم يكن ذلك بهذا المعنى لما سمحت الدولة السورية والجيش العربي السوري للمقاومة العراقية بقصف القواعد الأمريكية في سوريا في التنف وفي الشدادي في الحسكة في البادية السورية في حق العمري في حق الكونيكو النفطي والغازي وإلى آخره هذا معناها من الجانب العراقي أيضاً للسوري لا ننسى الموضوع ملاحظة أخيرة وأنهي بها وهذا أيضاً لابد من أن نقرأ نضعهم في الحشبان حتى ندعم أيضاً التحرر العراقي من هذه الزوافية في العراق توجد أربع قواعد قاعدة في كاركوك وقاعدة الأخرى هي قاعدة عين الأسد ثم قاعدة الحرير وقاعدة أربيل والخطورة الكبرى أيضاً في قاعدة أربيل هذه لأنها منصة تجسسية صهيونية وبالتالي تم تواجد صهيوني أمريكي وليس أمريكي فقط وبالتالي فإن دعم مسارات التحرر العراقي الشامل والنهائي من الاحتلال الأمريكي من المفروض أن يكون مطلباً لكل الأحرار في كل العالم وفي الوطن العربي وليس فقط الإخوة في العراق الجيش العراقي اليوم بالفصائل المقاومة بالجيش العراقي سيد العميد توفيق ديدي وجيتك أستاذ أحمد الغربي قادر اليوم على تحرير أراضيها يعني يفاق بخطوط من القواعد العسكرية ماذا كان أول قرار لبريمر لما وزيح صدام عن الحكم جاء هذا الكوميسار الأمريكي الحاكم الأمريكي أول قرار خذاه حل الجيش العراقي لأن المهمة التي جاء من أجهة هو التهديد الأكبر على إسرائيل هو كان الجيش العراقي وهذا الجيش هذا الجيش لو يسترجع عافيته وهو الآن بيصدد بناء نفسه ويتعلم الأخطاء الماضي يعني العلم العسكري لا يرحم لأن صارت أخطاء والحقيقة يقال أنا أقول الحقيقة أخطاء عسكرية فادحة صارت في الفترة هذه الغطاء الجوي يعني لابد منها من حتى الجبهات لم يكن سنتند من الجبهات الآن لو يتمكن من بناء نفسه سيرجع الخطر الأكبر على إسرائيل وسترجع معناها قوة عربية ضربة في المنطقة ليش؟ لأنه كل جيش عنده تاريخ كل جيش عنده عنده مرتكزات بصمات لا عنده مش بصمات عنده مرتكزات لأنه من بناء الجيش العرامر مع الجيش الكبير الذي أبيد بفعل فعل مرتكزاته موجودة وثاكناته موجودة ورجالاته موجودة كل ما فهمه في الأمر بس لتوقت وتنظيم فقط يرجع الجيش العراقي أقوى من اللي كان وسيكون أقوى جيش عربي مرة أخرى مرة أخرى المرتكزات موجودة هو نعطيك وفي الوقت مش نرجع في الساعة الثانية مزل النقاش طويل